السلام عليكم ازيكم وعملين ايها يا ربكم انوا بخير وبصحة وبسعادة المفروض كنا نكمل حلقاتنا عن موضوع الخبز الناتج من دي الامح ولكن انا حسيت ان احنا عملنا فيديوهات الفترة اللي فاتت كتير شوية عن موضوع الخبز فلاقيت الناس ممكن تمل أو تزهق شوية من استمرار الحلقات عن موضوع الخبز فقولت اخذ رأيي حضراتكم هل نكمل في الموضوعات اللي تخص الخبز الناتج من دي الامح ولا ناخد هدنة شوية مع بعض من الخبز والامح ونتطرق إلى معلومات برضو الناس طلبتها عشان نحاول ننوع من المحتوى عشان الناس ما تزهقش مننا الحاجات اللي احنا كنا هنتكلم فيها في موضوع الخبز عندنا الفايتك اسيت وعندنا الأنواع المختلفة من الخبز الفرق بين الخبز الناتج من الديئي الزيرو اللي هو الديئي نسبة استخلاصه 72% والخبز الأصمر اللي هو 82% نسبة استخلاصه 82% وعندنا خبز الحبة الكاملة وكمان مكرونة الحبة الكاملة ايه الفرق بين الأنواع دي وبعد كده برضو عندنا كلام كتير عن الخميرة والفرق بين الخميرة البلدي او الخميرة الحمضية او الحامضة والخميرة الفورية او المجففة او البودر ويعني ايه خميرة صناعية ويعني ايه خميرة كيميائية وعندنا موضوعات برضو الناس طلبتها خلاف موضوعات الخبز وديئي الامح في ناس طلبت ان احنا نستقن في الكلام عن سلسلة الحلقات عن الألبان ومنتجات الألبان والجبنة وأنواعها كمان برضو الأفلاتوكسن والفول السوداني في ناس كتير تربط مننا الكلام عن الفول السيزواني تحديدا والافلاتوكسن اللي ممكن يكون موجود فيه وكمان برضو الكلام عن انواع المشروبات المختلفة والاعشاب بشكل عام وطريقة تناولها يعني في موضوعات كتيرة جدا ممكن تكون بعيد شوية عن موضوع الخبز فقولنا رأيكم في الكومنت اسفل الفيديو هل نكمل مع بعض موضوع الخبز لغاية الاخر نكمله يعني نخلصه بعد كده نبدأ في غيره ولا ناخد هودنا زي ما قلنا ونتكلم في موضوعات اخرى فياريت تساولنا رأيكم في الكومنت اسفل الفيديو كمان برضو في حاجة مهمة لازم اقول لحضراتكم عليها ياريت يا جماعة نتعود نقرأ الاراية مهمة جدا لزيادة وعينا وزيادة ثقافتنا في الموضوعات اللي تخص الاكل والشرب وكمان الثقافة بصفة عامة بحس ان الاجيال اللي طلعها والناس دلوقتي ابعد ما يكون عن اراية اي حاجة مكتوبة احنا بنقضي يا جماعة جزء كبير جدا من يومنا واعمرنا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تقريبا اعمرنا بتروح في الوقت لا حاجة ما بنستفدش اي حاجة بل بالعكس يمكن دلوقتي ضرر مواقع التواصل الاجتماعي بقى اكبر بكتير جدا من الفوائد اللي ممكن تكون موجودة فيها وكمان نزبتها قليلة فياريت يا جماعة ما نعتمدش على مواقع التواصل الاجتماعي في استقاء المعلومات انا عارف ان ممكن يكون كلام الابحاث او الكلام العلمي أو كلام المواقع العلمية والأوراق العلمية والمقالات العلمية بيكون ده متقل شوية أو صعب شوية ولكن مع الوقت كلمة من هنا على كلمة من هنا على موضوع من هنا على موضوع من هنا هنكون وعي جمعي للناس لأن ده السبيل الوحيد إن الإشاعات أو المعلومات المغلوطة أو المجذوبة اللي بتطلع على الغذاء كل يوم أو عن بعض المواد الغذائية اللي بنشوفها كل يوم لو عندنا مجتمع واعي وقاري وعنده نسبة ثقافة عالية في الموضوع عرض اللي تخص الاكل والشرب صدقوني اشعاعات دي هتختفي او هتقل جدا بشكل كبير لان مش هتلاقي ليها زباين ومش هتلاقي ليها ناس تسقف لها وناس تعمل لها شير وناس تصدقها لان الناس هيبقى عندها مناعة الاراية والوعي يا جماعة والثقافة نوع من انواع المناعة او زي كده التطعيم اللي بنعمله لأجسامنا فهي برضو تطعيم لعقولنا من المعلومات المغلوطة اللي ممكن تكون خدت شوت معانا كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف عشان الوعي عند الناس قليل جدا وده بشوفه كتير لأسف في بعض التعليقات بيديني مؤشر كده ان احنا احنا منكون بعيد تماما او بعيد كتير قوي عن كل ما هو علمي او حتى كل ما هو منطقي فياريت نرجع للاراية تاني ربنا سبحانه وتعالى اول آية نزلها في القرآن الكريم اقرأ مفيش حاجة تغني عن الاراية ولا قنوات اليوتيوب تغنيك عن الاطلاع بنفسك ولا مواقع التواصل الاجتماعي تغنيك عن الاطلاع بنفسك اقرأ عشان محدش يضحك عليه ياريت تكون الرسالة دي وصلت وبرضو مستني رأيكم في الكومنت اسفل الفيديو ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات قديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته